تصاعد مضطرد تشهده الازمة الروسية الاوكرانية على مستوى الخطاب السياسي وكذا الموقف العسكري والعملياتي الذي سجل خلال ساعات هجمات روسية غير مسبوقة في حدتها ففي مستهل اجتماع مع عضاء مجلس الامن الروسي توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اوكرانيا برد قاس ضدها في حال تنفيذ هجمات وصفها بالارهابية ضد المنشآت الروسية مجددا اتهامه لكييف بتنفيذ الهجوم الذي استهدف جسر القرم واستهداف مناطق واراض روسية اخرى هذا الصباح وبناء على نصيحة وزارة الدفاع وخطة هيئة الاركان العامة نفذت ضربات كبيرة باستخدام اسلحة عالية الدقة وبعيلة المدى استهدفت منشآت الطاقة والقيادة العسكرية في اوكرانيا الهدف من الضربات تحقق تم ضرب جميع الاهداف من جانبه اكد رئيس الاوكراني فلاديمير زولانسكي ان ما وصفه بالعدوان الروسي يهدف لمحو اوكرانيا متعهدا باستمرار المواجهة حتى تحقيق النصر الهجمات الروسية العنيفة تنفذ في هذا التوقيت لاحداث اكبر قدر ممكن من الضرر الروس يريدون بث الذعر والفوضى وتدمير نظام الطاقة ثم احتمالية لانقطاع مؤقت في الطيار الكهربائي لكن لن يكون هناك انقطاع في ثقتنا بالنصر هذا وقد اجرى الرئيس الاوكراني اتصالات هاتفية مع الرئيس الفرنسي والمستشار الالماني مطالبا برد قاس على روسيا بعد تلك الضربات التي استهدفت كييف وزابورجيا وعدة مدن باكثر من ثمانين صاروخا وباستخدام طائرات عسكرية مسيرة اسقطت عشرات القتلى والمصابين واوقعت دمارا كبيرا في العديد من المنشآت